نتكلم عن الأنتك خانة يعني الرواية طبعا شكرا على الإهداء أولا وأتمنى أني أراها في يعني فأقرب فرصة بإذننا فأقرب سفرية الأنتك خانة أولا من العنوان يعني أنتك خانة الأنتك خانة كلمة من مفردتين أنتيك الحاجات القديمة والخان المكان يعني كان المتحف المصري أو المؤسس من 150 سنة تقريبا في عادل خديو إسماعيل كان يسمى الأنتك خانة لماذا؟ لأن كان العثمانيين الأتراك المحتلين مصر فكانت مفردات تركية كتيرة دخلت في حياتنا اليومية على سبيل المثال مثلا الأوضة الأوضة كلمة تركية اللي هي الغرفة القبلة لما كنا في المدرسة نقول القبلة يعني الأخت الكبرى بالتركي على سبيل المثال وبالتالي الأنتك خانة نفس الحكاية ولو حضرتك رحت مدان التحرير الآن وخرجت منه ونزلت وسط البلد هتلاقي شارع محمود باسيوني تحتي الأنتك خانة سابقا ولما تشوف أفلام إسماعيل ياسين تلاقي مثلا لما يتيجي واحدة ستة عجوزة وشكلها مش كويس فإسماعيل ياسين يسخر يقول جابين لي واحدة من الأنتك خانة باعتبار أنها رمز الحاجات القديمة فده معنى الكلمة المتحف لما أسس كان باسم الأنتك خانة ما كانتش كلمة المتحف أو الميوزيم دخلت حياتنا بعد في القارن 19 الرواية تدور حوالين نشئة المتحف الظروف المحيطة اجتماعيا وسياسيا حول نشئة المتحف في نهاية عهد الخديوي إسماعيل تدور أحداث الرواية وكان مدير المتحف الفرنسي مارييد باشا وبالمناسبة هو مدفون في المتحف هنا في التحرير المتحف الأول أو الأنتك خانة كانت في بلاق أبو العلا ونقلت ونقلت إلى مدان التحرير لما تبنى المتحف ده في 1903 لأن اكتشافات الأسرية كانت كتيرة فما كانش ينفع يكفي فنقلت إلى هناك ومارييد باشا اللي هو أسس المتحف وأول مدير لي وتوفي في 81 دفنا هناك في أرضية المتحف أنا حاولت في الرواية دي أعمل تصور لذلك العصر ومن الذي اكتشف الأسر أو الناس اكتفوا وهل الذي اكتشفه طبعا الأجانب الفرنسيين والألمان عملات النهب والصريقة والنهب والصريقة اللي حصلت يعني مارييد باشا ده على سبيل المثال هو بنفسه سنة 1850 جي مصر هو كان موظف اللوفر في باريس قاعد يفحط ويدور 8 سنين ونقل من الباطن الأرضي المصرية إلى اللوفر في فرنسا 7000 قطعة وأنا لما روحت مدحف اللوفر في باريس في 2012 أنا بنفسي عديت حوالي 25000 قطعة في الجناح المصري فقط وما كملتش عدت عبت فأنا ساعتها جات لي فكرة الرواية طب الحاجات دي جات قمت وزاي من هنا يبقى البحث من 2012 وانا ببحث من 2012 أحداث الرواية بالتأكيد خيال حضرتك خيال الرواي لعب دور في أماكن معينة أو في زوايا معينة لا أنا مش مؤرخ يا دكتور عمد أنا روايي أتكأ على التاريخ وأحاول تشيد معمار روايي قائم على الخيال المتضفق بحيث تبدو الحكاية كأنها حكاية حقيقية ولكن هناك بعض المعلومات التاريخية الدقيقة التي انطلقت منها وانبعثت منها والخيال هو اللي اشتغل زي ايه؟ زي مثلا ان مريد باشا مدير المتحن زي مثلا ان مريد باشا وزميله هنرش بروكشي الألماني هنرش بروكشي ده هو اللي كان مدير مدرسة اللسان المصر القديم والمدرسة دي أسسها الخديوي صناعي مهمتها تعليم المصريين اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية القديمة المدرسة قعدت سبع سنين ثم أغلقت دي معلومة تاريخية ترجمة نانسي قنقر